فبالتالي عايز واحدة من المباراتين الاهلي بيفوز بدور المرتبط تقريبا من 2016-2017 ممكن نخسرها مرة في 2019-2020 وده يأكد على انه العمل كان من فكرة الناشئين ان انت باستمرار مهتم بقاعدة الناشئين فبتفرس فريق على المستوى الفريق الاول قوي بينما سموحة وليه كل التحية لأول مرة يتواجد في النهائي بص يا سيد إبراهيم النقطة دي خلت بعض الناس اللي هم مش بيلجأوا الى الحق والحقيقة ايضا يقول لك مالأهلي ايه في ايه علاقة فرقة صغيرة تكسبك بطولة ده مش حقيقي ده بيساعدك انك تكسب البطولة لكن انت زي ما كسبتش فوق يعني افرد انك كسبت الاتنين اللي تحته خسدت الاتنين الفوق ما تكسبش البطولة ايه انما هي معمولة بهدف انك انت تهتم بقواعد الناشئين اي فاذا كنت على مدى خمس ست سنين مش عارف تهتم بتلوم من الاهل انه بيهتم بس طيب ده في الكورة او في كورة السلة كورة السلة الحقيقة كررت تجربة اتحاد اليد في فكرة الدور المرتبط وهو بيجبر الاندية على انه يهتم بالناشئين ولما عمل اتحاد كورة اليد منذ سنوات بعيدة هذه التقليعة كان في عهد الدكتور حسن مصطفى الناس استغربت هذا الربط بين الناشئين والفريق الاول في بطولة واحدة فكان رد الدكتور حسن مصطفى صاعتها هي المسابقات ايه غير انها تخدم على اللعبة وانقاذ اللعبة اذا كنت هتقدر تعمل فكرة تجبر الاندية على انها تهتم بالناشئين وتربط نتائج الناشئين بالفريق الاول فليكن نجحت في كورة اليد استفاد منها اتحاد كورة السلة والنهاردة اتحاد كورة اليد بهذه السمرة الكبيرة في بطولة كورة السلة اللي وصلت للقمة اشتركوا في القناة